تجول القوات الأمريكية في العراق كحال أيام الاحتلال الأولى غير أن المعادلة قد تغيرت فجل من أتوا خلف الدبابة الأمريكية صار اليوم ينادون بخروجها بل ويزيدون وكأنها منفعة وقد انتهت ومصلحة قضيت ليس لمصلحة العراق وسيادته وإنما لإفساح المجال أمام لاعب إقليمي متغول تنخر ميليشياته هنا وهناك وتتقوى على الأزمات يقول مراكبون ولعل الحديث خلف أسوار البيت الأبيض قد يختلف عنه في أماكن أخرى فيخرج رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي أتى بدعم الكتل المقربة من إيران ليؤكد أن وجود القوات الأمريكية يعد ضمانة للعراق ويوفر غطاء سياسيا له في مواجهة التدخلات الأجنبية مضيفا أن الاقتراحات التي صدرت عن بعض الكتل النيابية بتقديم مشروع قانون يدعو لإخراج القوات الأمريكية سحبت نهائيا من التداول شتات التصريحات شمل أيضا رئيس الجمهورية برهم صالح الذي قال إنه لا يرى لدى الكتل والأحزاب أي معارضة جدية لوجود القوات الأمريكية وذلك موضع تناقض قال عنه النائب عن كتلة التغيير هوشير عبدالله إنه جعل العراقيين في حيرة من مواقف القادة السياسيين المناهضين للوجود الأمريكي ليتساءل عن جدية تصريحات صالح وهل ما إذا كانت القوى السياسية تتصنع رفض الوجود الأمريكي سريعا يدخل تحالف سائرون على حلبة الصراع فيقول القيادي في حاكم الزاملي إن أي طبخة سياسية بشأن وجود القوات الأمريكية لن تمرر دون علم التيار الصدري بل ويهاجم صالح والحلبوسي بتأكيده أن ليس من صلاحيات الرجلين ولا الرئاسات الثلاث البت في مسألة بقاء القوات الأمريكية من عدمها في العراق غير أن ثم تمن كشف عن تسوية معتادة في المشهد السياسي الراهن بالعراق للخروج من الأزمة تقوم على تأجين مناقشة ما يسمونه دائما قانون إخراج القوات الأجنبية في البرلمان مقابل التمديد لإعفاء العراق من العقوبات المفروضة على إيران وتلك هي عقدة الحبل ومربط الفرس التي تحيل الأمر من أحاديث السيادة والاحتلال إلى مصلحة إيرانية فوقية ضمن مشروع عابر للحدود أتخم بما لا يطيق ترجمة نانسي قنقر